اهلا بكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من واجه الصحافة لا شك ان المدن الجديدة تعتبر هامة جدا سواء في توفيف حرص عمل المواطنين توفير حياة افضل تحقيق نقلة استثمارية مواكبة التوسط العمراني وزيادة السكان وبالفعل دخلت مصر في عصر مدن الجيل الرابع وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يهتم بهذا الملف واصدر تكلفاته للحكومة بالتوسط في انشاء المدن الجديدة مؤخرا اعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديدة دكتور مصطفى مدبولي ان الحكومة تتولى حاليا اقامة 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بالمساحة اجمالية تبلغ حوالي 580 الف فدان من المتوقع ان تستوعب نحو 30 مليون نسمة بجانب توفير ماليين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة هذا هو محور حديثنا في هذه الحلقة من واجه الصحافة ومعنا ضيوفنا الكرام دكتور محمد عبد البائي أستاذ التخطيط الأمرين بكورية الهندسة كاملة هين شمس أهلا بك يا دكتور أيضا معنا دكتور أشرف جودة سعيد مدرس إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي أهلا بحضرتك سلام بحضرتك فاصل قصير وبعده نبدأ في تحليل ما تناولته الصحف المصرية حول هذا الموضوع أهلا بكم من جديد صحف المحلية بملف المدن الجديدة في مصر ومن صحيفة الوطن نبدأ جولتنا أماكن المدن الجديدة التي تقيمها الإسكان لاستعاب 30 مليون نسمة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بأن وزارة الإسكان ومثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى حاليا إقامة 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية نحو 580 ألف فدان ومن المتوقع أن تستوعب نحو 30 مليون نسمة وتوجد المدن بمختلف محافظات مصر نقرأ من صحيفة الشروق الإسكان نبني 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية بأن رئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بمدن الجيل الرابع إيمانا بدور تلك المدن في توفير فرص حياة أفضل وممجابهة النمو غير المخطط في مصر وتوفير فرص لاستكن والاستثمار والعمل وأضاف أنه سيتم إقامة 20 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من جانبها كتبت صحيفة الأخبار مدبولي يشهد توقيع التفقيات لإقامة مراجل استجارية في المدن الجديدة يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع التفقيات لإقامة مراجل استجارية في المدن الجديدة وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وسيتم إنشاء مراكز بالمنصورة والعاصمة الجديدة والعالمين لتوفير سلعب أسعار مناسبة للجميع وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بافتتاح هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن وافتتاح مراكز تسويقية لمختلف المنتجات لتقديم خدمات مخفضة بهدف تنمية المدن الجديدة وإتاحة فرص عمل للمواطنين من صحيفة الأهرام نقرأ الاندبندنت العاصمة الإدارية تعكس عزم السيسي على الإنجاز أفردت صحيفة اندبندنت البريطانية تقريرا مطولا حول مشروع مصر لتشهيد العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر حلم المرحلة الجديدة في تاريخ مصر وبداية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتتوقع اندبندنت أن تكون بداية العاصمة الإدارية الجديدة لمصر قوية بتشهيد مقر جديد للبرلمان المصري ومقر البنك المركزي ومطار عملاق مجهز بما يتوافق مع مكانة العاصمة الجديدة وحي أعمال كامل يوضف إلى ذلك استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لما سيصبح أطول برج في القارة الإفريقية وأطول منارة مسجد وبرج كنيسة على مستوى مصر ومن المنتظر أن يقام هناك أيضا أكبر متنزه ترفيه في العالم معشرات ترجح أن يتفوق على متنزه ديزنيلاند الشهير من صحيفة التحرير نرصد مصر تنفذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا في الولاية الأولى للسيسي وثق مجلس الوزراء ما التحقق في الولاية الأولى الرئيس عبدالفتاح سيسي في كتاب عنوان مصر التحدي والإنجاز تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية عمر الولاية الأولى لرئيس عبدالفتاح سيسي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية وفي قطاع المدن الجديدة أولت الدولة اهتماما خاصا لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عند المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية المضطاردة حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة كما تم البدء في تنفيذ 13 تجمعا عمرانيا جديدا في شتى أنحاء الجمهورية ويبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدن الجديدة نحو 9000 مصنع برأس مال مستثمر 125 مليار جنيه كانت هذه إطلالة على تنولات الصحف المحلية لملفنا في هذه الحلقة بعد الفاصل نطرح هذا الموضوع بالنقاش مع ضيوفنا الكرام أهلا بكم من جديد والبداية مع دكتور محمد يعني دكتور محمد كيف ترى تجاه الدولة نحو التوسع العمراني بإنشاء هذه الموضوع الجديدة طيب بسم الله الرحيم مما لا شك فيه طبعا أن الدولة مشكورة في وسط الرئيس سيسي في التوسعات العمرانية الآمت بيها العاصمة الدرية العالمين جلالة المنصورة الجديدة ده خطوة إيجابية جدا خاصة أن احنا في فترة الماضية قبل الآية مستورة كان فيه قصور في التلمية العمرانية في مشروع الدولة عادي السكان تعمل في زيادة مضطردة المجهودات الدولة في المدن الجديدة هتقوم بيها بالرغم مع ذلك لسه هيكون فيه طلب كبير على الإسكان عشان معدل زيادة السكان أكبر من معدل أداء الدولة فيما يخص التلمية العمرانية لو لدينا حاجة بن حنيد أن أقولها في الموضوع المدن الجديدة السعيد بالنسبة لنا مهم جدا نهتم بيه مهم جدا طبعا فيه أسيوط الجديدة نحسامين النهاردة فيه غرب أسيوط فيه مدينة جديدة أتات التونشا وهكذا مهم أننا مع التوسعات العمرانية دي كلها ناخد بالنا في الموضوع القديمة اللي اتعاملت في الجيل الأول والثاني والثالث أخبارهم إيه؟ هل أحققوا مستهدف منهم ولا فيه قصور؟ عشان برضه استثمارة تحطت ومخاطرات تحطت عاودين نتعلم من تلوص الماضي إذا كان فيه أوجه قصور ما ناخد بالنا في اعتبارنا وإحنا نشتغل في الجيل الرابع بحيث الجيل الرابع يبقى أحسن من الجيل الرابع خلينا نتكلم عن مدن الجيل الرابع مع دكتور أشرف يعني مفهوم الجيل الرابع في العالم ومدى إمكانية ونجاح تطبيقه في مصر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الجيل الرابع كمدن يتم إقامتها وتشيدها هذه المدن فيها كافة وسائل الراحة بالنسبة للمواطنين مدن فعلا تقدر تواجه التحديات والكوارث الباقية المختلفة مدن فيها وسائل مواصلات على أرقى مستوى توفر فرص عمل للمواطنين والشباب بصفة خاصة أستطيع أن فيه تنظيم روري في هذه المدن بشكل عالي جدا فيه مصار للدرجات فيه أشياء فعلا أقدر أقول ترفيهية كثيرة للمواطنين تحس المواطن أنه يستطيع أنه ينجز في عمله كما يجب أن يكون لأن العمل حيبقى في الأساس قريب من المدينة السكنية مدن سكنية توفر الراحة والطمأنينة للمواطن في حالة حدوث أي زلازل أو أي كوارث طبيعية يبقى فيه نوع من الأمام بالنسبة للمواطن أنا محتاج ده أنا محتاج أن المواطن يبقى مستريح نفسيا قادر أنه يخرج كل الطاقة الكامنة اللذي يقدر أنه يرفع عن نفسه وعن أسرته بوسائل طرفيه مختلفة فأنا من خلال هذه المدن أنا عايز فعلا أستثمر هذه الطاقات الداخلية لدى كل المواطنين وأقدر فعلا أوصل لمرحلة عالية من الإنتاج أقدر فعلا يبقى فيه منتج وطني على أعلى مستوى أقدر أصدر أقدر أزيد من مستوى الازدهار الاقتصادي داخل البلد تمام نتوقف قيام مع تفاصيل أكثر في التقرير التالي وبعده نعود لاستكمال الحوار من جديد نهضة عمرانية تشهدها مصر لاستعاب ملايين السكان خلال السنوات القادمة حيث قال الدكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى حاليا إقامة عشرين مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع بمساحة إجمالية تبلغ حوالي خمسمائة وثمانين ألف فدان ومن المتوقع أن تستوعب حوالي ثلاثين مليون نسمة بالإضافة إلى توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مدبوري أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولاهتماما كبيرا بمدن الجيل الرابع إيمانا بدور تلك المدن في توفير فرص حياة أفضل ومجابهة النمو غير المخطط في مصر وتوفير فرص للسكن والاستثمار والعمل من جهته قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن المهندس عبد المطالب بمدوح إنه بالنسبة للمدن والمشروعات الجاري تنفيذها تأتي العاصمة الإدارية الجديدة في مقدمة مدن الجيل الرابع بمساحة 170 ألف فدان حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان وشهدت طرح بيع وحدات سكنية مميزة وتضم مركز مال وأعمال وجاري تنفيذ 20 برجا بنشاط إداري وسكني وخدمات وأنشطة تجارية معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس وليد عباس قال إن مدينة العالمين الجديدة تبلغ مساحتها حوالي 49 ألف فدان وإن المرحلة الأولى منها بمساحة حوالي 14 ألف فدان وتضم أنشطة سياحية سكنية وخدمية متنوعة وبها مناطق للأبراج الشاطئية ومناطق ترفيهية ومنطقة الداونتاون ومشروعات عمرانية متكاملة بالإضافة إلى الحي اللاتيني وعدد من الجامعات وفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومدينة تراثية ومجمع شرطي كما تضم المرحلة الأولى حوالي 2000 وحدة سكنية بالإسكان المتميز و3600 وحدة بمشروع سكن مصر وأنشطة خدمية متنوعة أهلا بكم من جديد دكتور محمد ما يتعلق بالفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تتيحها المدن الجديدة في مصر سواء على المستوى الداخلي مستوى الأفراد توفيه فرص عمل مستوى الاستثمارات الواسعة الكبيرة يعني كل هذه الأوجه الاقتصادية طيب المدن الجديدة طبعاً بيبقى أولاً التنمية العمرانية بقاطرة للعديد من الصناعات يعني أي الممكننا هنقوم بعمل عمارات أو منشآت أو خدمات أو مرافق فده بيجر عديد من الصناعات وتفتح فرص عمل ناس كتيرة جداً صحيح فرص عمل لوقت محدود لغاتب إنشاء هذه المدينة غير الاستثمارات من الصناعة والزراعة تبقى دائمة على طول بس دي طبعاً مطلوبة جداً إنه هنأعمل هذه التوسعات العمرانية نفسها العمران بيبقى سكن وخدمات ومرافق وفرص عمل فرص عمل طبعاً ده بيبقى هو مطلوب سواء كان صناعات أو خدمات إدارية أو صحية أو تعلمية كل حاجات دي كلها مهمة جداً مكملة لموضوع الإسكان في حد ذاته في المدينة الجديدة فالعمران بيبقى هو نظرة منظومة متكاملة متجنسة مع بعضيها فيها تنمية عمرانية إسكان مع خدمات مع مرافق مع فرص عمل وفرص عمل دي مفروض طبعاً تبقى مرتبطة إرتباط مباشر بالعمران ومش بعيد عنه عشان تنقل بقدر أنه كان الفترات الامتقال والحركة ما بين السكن وفرص العمل نفسها طبعاً لو إحنا طبقنا مفهيم الحكومة الإلكترونية فده بيأثر بالإيجابة جداً على العمران بذات في مصر عندنا إن إحنا لو فعلنا الحكومة الإلكترونية هتلاقي كثير جداً من العمران يتحسن مفيش تحميل على المرافق بذات لنقل المواصلات مفيش انتقال المواطن من مسكنه أين كان على موجود فين هو على مسؤول الجمهورية للحكومة المركزية وإحنا أسف مازينا مركزيين ومش لا مركزية عندنا لسه ما تفعلتش بفيه الكفاية فتفعيل الحكومة الإلكترونية على مسؤول جهزة دولة هو دولة الحمد لله من أيام سيدة الوزير أحمد وزيف شغال بس عاوزين وقتين أكبر من موضوع ده أسرع عشان هيريح كتير جداً في تحميل على المواصلات بالذات وحيكون طبعاً عندنا الأرشيف الإلكتروني وعندنا هيكون في تأديد حدمات متميزة غير اللي احنا بنشوفها حالياً في جهزة دولة فأنا شايف برضو موضوع الحكومة الإلكترونية ده لو تفعل حيسهل كتير جداً في حياة المواطن في العمران القائم وفي العمران القديم سياً يعني تمام طيب دكتور أشرف أيضاً ما يتعلق بفرص يعني العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في هذه المدن الجديدة كيف تنظر إليها؟ أيضاً فرص السكن الاستثمار وغيره؟ هي المدن الجديدة هي فرصة زهبية لكثير من شبابنا وفرصة زهبية اللي احنا نجذب أيضاً رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب انهم يستثمروا داخل مصر مرضى مصر أرض خصبة يمكن جيدة جداً للاستثمار إحنا عندنا يمكن إحنا كمواطنين مصريين متمركزين في حوالي 11% من مساحة مصر حوالي يعني أقول لحضرات 9% من مساحة مصر غير مستغلة إحنا فعلاً محتاجين استغلال هذه المساحة الكبيرة وإحنا فعلاً لما بننشئ مدن جديدة ده شيء طيب وشيء جيد للينا بنستثمر هذه الأراضي الطيبة الخصبة الصالحة للزراعة إحنا كثير من أراضينا صالحة للزراعة يمكن محافظة زي محافظة الوادي الجديد التلت مساحة مصر طب نيجي نشوف عدد السكان في محافظة الوادي الجديد 300 ألف 300 ألف لا يزيد عن 300 ألف رغم أن المفروض يكون عدد السكان لا يقل عن 35 مليون نسمة يبقى إحنا كده فعلاً لما يبقى في وجود مدن جديدة ده شيء كويس وشيء فعلاً مع ذلك علي أن أجذب برجال الأعمال يقيمه مشاريع ويقيمه مصانع ويقيمه شركات ويتم تأهيل شبابنا أصلاً يمكن سمع حد من رجال الأعمال بيقول طب شبابنا طب العمالة المصرية غير جاهزة أنها تشتغل في المصنع بتاعتها أو الشركات بتاعتها طب ليجب اللي إحنا نلزم برجال الأعمال أن هم يعملوا مراكز تدريب داخل الشركات والمؤسسات والمصانع وتدريب شبابنا مع رجل الأعمال محتاج إيه؟ محتاج مش هقول إعفاقية تخفضات جمركية تخفضات بقدر المستطاع ضريبية ويمكن مركز خدمة المستثمرين اللي سيادة الرئيس افتتحوا منذ شهور بدأ يسهل لهذه الأمور وبدأت الإجراءات الإدارية بالنسبة للمستثمر تبقى إجراءات بسيطة وسهلة وبالتالي يجب اللي إحنا بقى هنا إلزام هذا المستثمر بإقامة هذه المصانع والشركات في جميع محافظات مصر وفي نفس الوقت أجذب شبابنا أديك حتة أرض مثلا في المحافظة الفلانية بسعر مخفض أبدأ بحيث الشباب يبدأ فعلا إن هو حيروح يسكن في هذه المنطقة وحوفر له فرصة عمل في هذه المحافظة رغم المحافظة دي ممكن تكون بعيدة عن ساكنه الحالي ولكنه إحنا أنا بجري على إيه إلا أنا يكون ليه فرصة عمل وبمرتب جيد وفي نفس الوقت حبقى إيه حبقى في مكان مريح في رفاهية حتى لي أو الأسرتي وبالتالي هنا فرص تشغيل الشباب هتبقى فرص كبيرة جدا جدا وده يمكن التوسعة الأفقية اللي بيتم عملها ده شيء جيد ويجب اللي إحنا نكمل هذه التوسعات ويمكن زي ما الدكتور لفت النظر إن إحنا مهمة قوي برضو ويمكن بدأنا في الموضوع ده إنه يبقى في تنمية لمحافظات السعيد في عندنا قصيوت جديدة وفي عندنا المينيا الجديدة وفي عندنا موضن جديدة في السعيد السعيد اللي هي كانت إيه لسه قبل التسجيل بنقول إن هي مركز الحضارة المصرية القديمة كانت طيبة إحنا كن إحنا فعلا السعيد فعلا نستطيع إن إحنا نستغل أرضها الزراعية خصبة إلى أقصى درجة نقدر فعلا من خلال محافظات السعيد اللي إحنا نعمل نهضة مصرية كبيرة جدا إنشاء مصانع وإنشاء شركات وعمل استثمارات وإحنا عندنا رجام أنا بحزن قوي لما بلاقي راجل الأعمال المصري يروح يعمل استثماراته في دول أسيا أو دول أوروبا ومش كده وبس بياخد العمالة بتاعته من الدول الأخرى طيب بتاخد العمالة المصرية العمالة المصرية اللي هي ممكن العمالة المصرية اللي إحنا كنا لحد وقت قريب جدا كانت أفضل عمالة على مستوى العالم وكانت بتشتغل شغله قوي جدا وكانت كفائتها عالية يمكن إحنا يمكن فيه قصور شوية من فترات معينة في العمالة المصرية ولكن كان سيادة الرئيس برضو كان إدى تعليمات بعد منتدى الشباب اللي كان في شرم الشيخ بإنشاء مركز تدريب عالمي لتدريب شباب مصر والعالم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والحرف بكاملها عشان إحنا فعلا نقدر نبني شبابنا مرة تانية ويمكن العنصر البشري هو العنصر الأساس كلمة السر هي إيه؟ هي العنصر البشري هو إحنا هو حتى سؤلوا في كوريا الجنوبية أحد المسؤولين هناك سؤل إيه هي؟ كلمة السر بتاعتكم إيه سروتكم اللي هم إيه؟ اللي هم الشعب الشعب المواطنين هم دول كلمة السر الإنسان الإنسان اللي نقدر أخذ الطاقة كامنة الدخلية لجوه وقدر أخرج هذه الطاقة وعمل كل الإنجازات والشعب المصري لديه الطاقة ولديه القدرة على الإنجاز بشكل كبير جدا وبيستطيع أنه لما عنده رغبة وعنده إصرار وعنده تحدي يصل إلى مصف الناجحين ويستطيع أنه يحجز مكانه في ترتيب النبغين تمام دكتور محمد ما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة تعتبر في مقدمة مدن الجيل الرابع وتمثل حلم للمصريين وبها عديد من المعلم المفترض إنشاءها وتكون غير مسبوقة في القرى الإفريقية وفي أطول بورج وغيره كيف ترى الأسس التي تقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة وحرطك يعني ذكرتلي قبل التسجيل أنك زرتها أكثر من مرة احنا نزورنا مثل بداية السنة دي العاصمة الإدارية شوفنا مع مجموع المساسبرين شوفنا العمران احنا كان متخصص في تخديث العمراني ليه بعض الملحظات بس يعني لا يتأثر بقدر من كان على المجهود الجبار المجهود هناك 100 سمارات كبيرة جدا مهولة وزارة كلاتة بني أكبر جامع أكبر بورج أكبر حديقة أكبر أنا يعني تساؤلي يعني الأكبر وأكبر دي يعني هل ده هدف منه ترويج سياحي ولا هو ده تعظيم يعني أكيد أكيد ليه إيجابيات بس أنا مش متطالع عليها قوي خاصة إحنا بنا نطلب من وزارة الإسكان نتطالع على المخاططات وعلى الدراسات حتى المجتمع يكون واعي ويكون مداعم للدولة فهنا بنطالب الوزارة الإسكان أو الوزارة نفسهم إن مشاعات الدولة اللي هي أكبر حديقة وأكبر بورج أو أي إن كانت المشاعات اللي بتحطها أو حتى مفهومه كان دي الدكتور بيكلم عن مفهوم الاستدامة في الجيل الرابع مفهوم الاستدامة برضو بالنسبة لنا موضوع مطاطي يعني كبير يستور بحاجة كتيرة فيريت الدورة مشكورة بدراساتها بخبراءها باختطاتها كلها لما تحط حاجات دي كلها على المواقع الأكترونية للوزارة يبقى لها مصداقية عشان نستقي معلوماتنا من المواقع الأكترونية وليس من الصحافة والعلام ما تعمل مع كامل احترامي لهم بس يكونوا عاوزين الدراسات أكثر تفصيلية مش مورد منشتات أخبار يعني حتى المجتمع المتخاصة مثلا في الدراسة الجادة الاقتصادية يعني أكبر بورج أو أكبر حديقة أو أكبر جنين اقتصادياتها عوائدها إيه المتوقعة لما المجتمع يشوف الكلام دي إراه هيبقى لهم مصداقية هيبقى داعم هيبقى مؤيد هيبقى عنده متابع جيد اللي بتم هيشجع هيستثمر وبعدين المجتمع برضو بيبقى رقيب هيتم رقابة إزاي إذا كانش عندوش المعلومات فإيطاعة المعلومات وتحقيق مبدأة شفية اللي هيتم دون مهمين جدا سترئيزة دعا للشفية وإيطاعة المعلومات مبدأ إيطاعة المعلومات بس كيف تقتى ذلك والدولة نفسها ممثلة في الوزارات محجمة عن الإعلان بالتفاصيل عن مشروعاتها هي بتدي منشتات أخبار عموميات بس تفاصيلها ده مهم جدا يمكن يخصنا كباحثين أساسا بس أكيد المجتمع الملايات تفاصيل أكتر هيهتم أكتر وهتبقى تشد انتباهه غير ما بناخد عنوين رئيسية ده ده في اتجاه الاتجاه الثاني في المدن الجديدة نفسها عاوزين نتطمن إنها تلافت مشاكل المدن القائمة القديمة يعني إحنا ما ننساش كارسة بتاعة السيول بتاعة القهارة الجديدة لمخاططات القهارة الجديدة ما حابيتش في اعتبارها احترام مصارات الوديان في حين عشرة مضان مثلا محترماها وسأباها فاضية في سادات محترماها أخشى إن المدن الجديدة من السرعة ما نتربحش لبعض الأوجه القصور اللي كانت موجودة في المدن القديمة اللي تحتمص نفسها اللي ما نبص مثلا كمان المدن الصعيد المدن التوأم ده مهمة جدا نتم بيها عشان إحنا النمو العشوائي الفكورة والمدن على الأرض الزرعية ما زال قوي وإذا ما كانش هنبقى المدن الجديدة فعالة وتشد المجتمع المدن الجديدة يبقى ده هأثر بالسلب تنمية المدن الصعيد وتنمية القارج المصرية من تنمية الزهير الصحراوي يعني عاوزين ينمي القارج المصرية نمي الزهير الصحراوي عاوز تنمي أسيوت نمي مدينة الفتح الأديمة وأسيوت الجديدة تنمي سهاج نمي الزهير الصحراوي بتاعها وسبها هي ما تستثمرش فيها لكن كل استثمرات تتوجه إلى خارج الوادي عشان التلمية تبقى في الصحراء ونحد من النمو التلقائي المشي على الوادي نفسه ما يتعلق برؤية الإعلام الغربي لما يحدث في مصر من توسع عمراني جديد يعني بشكل يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي واستعاب الزيادة السكانية كيف ترى من واقع متابعتك دكتور أشرف طبعا لما الإعلام الغربي بيشوف في مدن جديدة بتقام بيبدأ يبني توقعاته هل المدن دي فعلا هتؤتي سمارها أم لا فطبعا هو واضح أن هو حاطة مؤشرات أن هذه المشروعات وهذه المدن الجديدة سوف تؤتي سمارها مستقبلا ويمكن لما بنحط حركة مؤشرات منذ قليل أنه حيبقى أكبر برج وأكبر متنزع الحاجات دي كويس إحنا فعلا محتاجين الكلام ده لأنه ده ممكن يبقى جاسب سياحي لإيه لمصر في وقت من الأوقات يعني طبعا كلها نعرف برج خليفة الموجود في دولة الإمارات البرج ده ده إيه بيجذب عدد كبير جدا من السياحة فإحنا في الأساس عندنا طلت أثار العالم موجودة في مصر يعني ده حيبقى ممكن توجه سياحي جديد مع الاهتمام بالأثار السياحية والمدن العصرية أيها المدن العصرية يبقى هنا مش مجي يبقى حتى للسائح اللي بيجي مش مجرد اللي هو هيجي يزور الهرم ويزور الأماكن التقليدية وفقط لا ده حيلاقي فيه مدن ترفيهية جديدة زي ما حردك أشرت أنها ممكن تحاكي مدينة ديزني لند في الولايات المتحدة حيلاقي حاجات زي ما بنشوف في الدول المتقدمة اللي هي ما عندهاش حتى أثار وما عندهاش أساليب جاذبة للسياح بتنشئ لنفسها هذه الأساليب دولة زي طايلاند بتعمل مدن ملاهي وبتعمل يعني أجهزة ترفيهية للسياح وفنادق وحضائق عشان هي تعوض اللي هي ما عندهاش أثار جاذبة بشكل أو أخر فاحنا عندنا الأساس والقاعدة موجودة فاحنا لما نبني على هذه القاعدة بيبقى شيء جيد اللي هنقدر نجذب أكبر عدد من السياح وإحنا طبعا كويس بنحترم طبعا أنه الأراء بتوقعات بتاعت الإعلام الغربي ولكن إحنا يجب أن لالتفت إلا اللي إحنا نحقق الهدف الأساسي من وراء هذه المدن اللي إحنا نستغل كل زر الطراب موجودة في مصر ونستثمر فيها ونعمل المشروع لأن ساعات الإعلام الغربي ممكن يكون طبعا ده شيء جيد ومؤشرات جيدة بس إحنا عايزين إحنا نبقى عندنا الثقة في نفسنا وعندنا الرهبة فعلا في النجاح والرغبة في تقديم مشروعات تحقق التنمية المستدامة لمصر عبر السنين وده طبعا بيعتبر شيء إيجابي وإحنا يمكن كنت أشرت سابقا في برامج أخرى إن إحنا عندنا فعلا أراضي زراحية كثيرة يجب اللي إحنا نستغل هذه الأراضي يمكن أنا كنت في أحد المدن مدينة مطروح مدينة مطروح ورحت مدينة سيوى اللي بتبعد عن مطروح حاولت بـ 300 كيلو أربعة ساعات ماشي بالعربية على اليمين وعلى الشمال سحراء جرداء رغم إن هي أرض صالحة وخصبة للزراعة ونستطيع فعلا أتمنى إن المراحل القادمة تكون مدينة سيوى ومدينة مطروح محطوطة في الأفق يمكن زي ما عملنا مدينة العالمين الجديدة ده شيء جميل هذه المدن سيوى وغيرها من كثير من المدن فعلا يصلح فيها الاستثمار وإقامة المشاريع المختلفة ونستطيع إن إحنا نجذب السياح ونستطيع إن إحنا نقدم فعلا خدمة لمواطنين بشكل جيد تحقق لنا التنمية المستدامة عبر السنين القادمة طيب دكتور محمد إذا ما نظرنا على إنعكاس توجه الدولة لإنشاء هذه المدن الجديدة على خلخالة الازدحام السكاني في المدن التقليدية أو المدن القديمة على ضفطي نهر النيل هذه رؤية الاستراتيجية كيف يمكن أن تغير من هذا التوزيع السكاني من ديمغرافيا السكانية بشكل كبير؟ طيب، شوف حركة الواد النيل البيئ المدن دي كلها عاوزين نعمل لها مدن توقم في الظهير الصحراوي تمام عشان نعمل دون توقم لازم يكون في حاجة يسمى محافزات للتنمية هي مش مغرد الفكرة مش نبني عمارات ولا مرافق وده حاجة دي البداية بس هذا يكون في محافزات إدارية عمرانية بمعنى إيه؟ لو عندنا خدمات متميزة عاوزين نعمل مثلا مستشفى نعملها في الظهير الصحراوي مدارس أجنبية في الظهير الصحراوي هنحط استثماراتنا نوجهها الظهير الصحراوي بس المهم جدا يكون في ربط ومواصلات قوي وسريع وميسر يربط العمران القائم بالجديد مينفعش عامل مدن جديدها بعيدة بعيدة عن الوادي ومرمية لوحديها هتفشل مفيش مواصلات راحة متأمنة بالنسبة لها عندنا مثلا مدن زي مثلا مدنة الفتحة في أسيوت جنب أسيوت غرب شرق أسيوت في مدينة فتح من النيل للاحة تانية تعبانة نقصها كتير عشان فيش مواصلات سريعة على حاجة النهاردة بيعملوا غرب أسيوت مدينة جديدة على الهضبة إيجابية بس فين بقى المواصلات عايزين نشوف الكلام ده بتحقق إزاي لازم لهم حنحقق مبادئ الاستدامة والتنمية والعمارة الخضراء والتخطيط الأخضر أو المحافظة على البيئة أسهل وفرصة وعيدة جداً لمصر عندنا مدينة جديدة وبنحط في الساس مارد نعملها صحة كفانة العمارة الصندوقية السندين 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 اللي بنعملها نمط واحي نطلع عمارة ونضربها ألف عمارة يبقى كله عمارة نفس النمط نفس الشكل العمارة يجب أن تكون عمارة باقيية وعندنا حسن فتح الله أرحمه أدينا حاجات كتيرة أمثلة كتيرة عندنا معمارين عظاماء عندهم أفكار كتيرة يعني أنا بخجل أنه عندنا نشغل المسجين ثلاثة يحطينه على المصر الجمهورية يعني مصر يعني ثروتها بأساساتها في العمارة وفي التخطيط يدروا يدو كتير فمحتاجين عمارة تحافظ على البيئة فيها تحقق معادلات عزل حارجة عالية عشان بذات في الصعيد وعندنا حامات في مصر مستخدمة طوب خفيف معازل حرارة للأسف مش مفاعل الطاقة الشمسية واللي سأقول استخدمها في التسخين المية أو في طاقة أو توليد طاقة غربية إلى الآن مش أفتاش ولا عمارة في أي الاتبانة في العالمين ولا في القيارة الجديدة في العسامة الدارة الجديدة دي نأمل تكون متواجدة منظومة جامعة القمامة وتعبير في المدن بفرصة وعيدة جدا أنه يبقى عندنا خطة واضحة إزاي أسلوب جامعة القمامة حيتم عشان نحفظ على المدينة وحيتفرز إزاي وهيعالج إزاي ودور إزاي النقل الداخلي يمشي إزاي اللي يتملي إحنا منهتم في المونجا بمصارة الطرق ومنهنا نهتم بمصارة المشاة المصارة المشاة مهمة جدا تماما زلالة ومعها البسكليتات والحضائق العامة موجودة أنا ما همينيش نعمل أكبر جنينة أنا اللي هميني إن الحضائق دي تتوزع على مران مصر كله بقاش أكبر جنينة متسيطرة عليها مجموعة مستمتعة بيها لا أنا فكري الشخصي إن اللي يكون الحضائق دي تقسم إلى ألف جنينة صغيرة وتتوزع حيبقى ناس كتير جدا سمتعت بيها مش كلها مركزية في حتى واحدة مينا برضو في المونجادي ده بترشيد السلاك المية وزي المية اللي بتستخدم في الحوض والبنيو يستخدم بعد كده في الفلاشنج أو في المرحيد ومية المرحيد نفسها تستخدم في الزراعة ومية الزراعة تستخدم مرة يبقى فيه أكتر من دورة لاستخدم مية إخنا مية شحيحة عندنا جدا ومشاكل صد النهضة فأنا مش مجال إن أعمل أصرف كتير جدا في الجولف كورس ملاعب بسالخ مية كتيرة لو الحضائق نفسها والجنين في الشارع بدل شجر البونسينا والفيكاس إحنا منتشع جوا مصر شجر المسمر إذا أنا حزرع وحروي وحراعي كدولة دم أزرع شجر مسمر البرطقان والاستفاندي واللمون اللي هو الصحراوي اللي بيمش في أي طربة بتمشي على طول بدل ما حزرع هزرع ما أزرع زراعات تجيب حاية على المجتمع ويبقى مسمرة نستفيد بيها فيه أفكار كتيرة جدا حرك ممكن حقاها في المدن الجديدة نأمل أن يتتحق فيها إن شاء الله تمام طيب دكتور أشرف يعني ما يتعلق أيضا بالتخديم على المدن الجديدة إذا ما نظرنا لها من الجانب الاقتصادي والاستثماري لابد أن يكون هناك محاور مرورية مختلفة أيضا يعني خدمات شايف هذه الخدمات وهذا الربط ما بين هذه المدن ومدن اللي على دفطي النيل لتحقيق يعني نوع من التكامل ما بين الجانبين أنا عايز أجزب المواطن للمدن الجديدة أنا عايز أجزب المواطن زي ما دكتورنا الكريم للصحراء للظاهر الصحراوي أنا عايز فعلا أعمل أنشئ جامعات عالمية في المناطق الصحراوية أنشئ مدارس على أرقى مستوى أعمل استثمارات أعمل مصانع أخلي بقى المواطن اللي موجود في القاهرة ومتمركز في القاهرة يتحرك تجاه إيه أنا عايز أدخل ابني مدارس كويس طب المدرسة دي مش موجودة جنب بيتي دي موجودة بعيد في الحتة الفلانية حطر أصلا عايز إيه أدي له منظومة تعليمية رقية أصلا عايز أروح أتعالج في مستشفى عالمية موجودة في في الحتة الفلانية دي بعيدة عن القاهرة بس حطر اللي أنا روح أزين مستشفى لأن المستشفى دي بتقدم خدمات على أعلى مستوى طب أنا أفكر طب ما تيجي ده بتخليني أفكر أكتر طب أنا ممكن أن الجنب هذه الشركات والمصانع والمستشفىات والمدارس بتجذبني أكتر والدولة كمان لما تشجعني اللي أنا أعمل مشروع خاص بي والمشروع ده يبقى بسعر بقدر أخد حطة أرض بسعر مناسب وفي نفس الوقت حقدر أدخل ابني وبنتي مدرسة راقية أقدر أتعالج في المستشفى على أعلى مستوى كل ده بيخليني أتحرك أكتر من القاهرة إيه اللي مخلي ناس كتير قوي متمركزة في القاهرة إنه عارفة إن كتير من الخدمات متمركزة جوه القاهرة والمحافظات الرئيسية إنما أنا اللي يخليني أتحرك من القاهرة وروح للمحافظات الأخرى إنه نلاقي في مستوى خدمة راقي وعالي مرتب كويس فرصة عمل ميسرة لي كل ده حقدر إلينا من خلاله إلينا أتحرك إيه تجاه هذه المحافظات ويمكن من أكتر المدن أيضا اللي يمكن حصل فيها تنمية وبدأت فيها التنمية بعمل أنفاء مختلفة يمكن سينة سينة فعلا أرض خصبة أرض الفيروز اللي فعلا نقدر ننشئ فيها أكتر من مدينة جديدة نقدر فعلا من خلال هذه المدينة العظيمة اللي لها موروظ ثقافي كبير جدا عند مصر اللي إحنا ننشئ مصانع ومشروعات مختلفة ونقدر نكزيزي أكبر عدد من الشباب للتوجه إحنا معنا على التليفون دكتور عاد المختار أستاذ التنسيق الحضاري أهلا بحركة دكتور أهلا بك يا فنم أهلا بك يعني إذا بنتكلم على المدن الجديدة وفي مقدمتها لعاصمة الإدرياء الجديدة كيف تراها من زاوية يعني توفر الإمكانيات التكنولوجية الحديثة زي مثلا يعني الاستدامة في المياه الكهرباء وجود مسارات للدرجات البخارية الاهتمام بالجانب الرياضي الهتمام بالعمارة البيئية توفير الطاقة الجديدة والمتجددة غير ذلك من المصطلحات الحديثة في مجال البناء والمدن الجديدة في العالم كله والله هو المدن الجديدة كل الحاجات اللي حضرتك ذكرتها المفهوظة أنها تتوافر وده في علم تخطيط المدن والتصميم العمراني وإحنا تأخذنا في هذا الموضوع كثيرا ولكن طبعا أننا نبدأ بالبناء في هذا الأمر فده يعني يحسب لنا وميزة بتتم بشكل جيد ولكن يصحبها مخاوس كثيرة وهي واحد أننا نترك المدن القائمة دون الارتقاء بمكوناتها لأن مش من السهل أنك تنقل الناس للمدن الجديدة بسهولة ده أنت بتعمل للمستقبل وكونك بتعمل للمستقبل وفقا لأحدث المظلم العمرانية فده لحد ذاته شيء جيد ولكن برضو مرة تانية يجب أن يتم باستشارة أهل العلم والتخصص بشكل أوسع وبشكل أكبر وتبعد عن الصبغة السياسية للأداء لأن ده أداء يا عمراني يعمر في أنحاء مصر بالشكل اللي يحقق حياة سعيدة للسكان إحنا تركنا المدن بتاعتنا وتركنا ما فيها من أصالة بل بالعكس إحنا شوهناها وبوزناها بالتكدس السكاني الرهيب وأهملناها إهمال كبير وأصبح استيعاب القيمة الجمالية والصحية واللندسكيب والتنسيق الحضارة زي ما خضرتك عشر كل ده مش طرف كل ده مهم جدا للصحة العامة للسكان وبالتالي فمن الضروري جدا أن نهتم بهذه الأمور ولكن برضو مرة أخرى يجب أن تتحقق بإطارها العلمي الأمثل ووفق أولويات تفرضها مدينة بعد مدينة وهكذا لأن طبعا اللي قاعد في مصر أو اللي قاعد في القاهرة عشان يروح أي مدينة جديدة الموضوع ده مرتبط بالمجارس مرتبط بالسحة مرتبط بعمله مرتبط بوسائل الانتقال مرتبط كمان بالدخل الاختصاء الدخل المالي للأسرة واحد النهاردة ساكن بإجار قديم مثلا هيروح بإجزاء يشتري شقة بكم ألف جنيه في المدينة الجديدة كل هذي المسائل يجب أن تؤخذ صلاحه بار تمام طيب حالياك شايف المدينة الجديدة إزاي بتكون إضافة على يعني تحسين المستوى المعيشي المواطن المصري شكل حياته في المستقبل زي ما بيشوف يعني المدن الأجنبية الناس هناك عيشة إزاي شايف حضرتك سورة المستقبل لهذه المدن إزاي ممكن تنعكس على جودة الحياة في مصر بشكل عام شوف حضرتك يجب أن هذه المدن ترتبط بقوة الانتاج في الدولة بمعنى أن اللي يروح هذه المدينة بيرتبط وجوده فيها بانتاجه بعمله بنشاطه في الحياة بمعنى أنه والله واحد مستثمر واحد موظف واحد صاحب مصنع واحد صاحب أي عمل مهني كان أو استثماري أو صناعي لأمد أن هذه المدينة توفر له كل إمكانات الانتاج بالشكل الواجب وطبعا كنا هتتبني وفقا لأحدث نظم التعمير وأحدث نظم التصميم العمراني المتبع في العالم كله فده بدون شك يخليه سعيد ويساعد على انتشار الهجرة لأذي الأماكن لأن الحياة فيها أسعد من كافة الوبوحة طيب ضيوفنا الكرام حد ليه تعليق أو يعني عايزي نقش الدكتور عادل في أي نقطة لا دكتور عادل أستاذنا نقش تمام بشكرك جدا الدكتور عادل مختار أستاذ التنسيق الحضاري برجع تاني لضيوفي الكرام في الستوديو يعني دكتور محمل حالي كنت تتكلم عن الحكومة الإلكترونية وعلاقتها بين مدن الجديدة أنا عايزي أفهم بس الرابط ما بين الجانبين طيب بس عدك الموضوع الحكومة الإلكترونية لو فكرنا فيه من بداية من زمان وتفعل أنا في صورة الشخصية مكنش محتاجين ننقل فيها الوزرات ومشكلة مصر القاهرة أي بالذات القاهرة اللي فيها حكومة المركزية وفيها كل وزرات كل المجتمع أي حد مواطن مصري على مستوى الجمهورية عاوزي أدي خدمة مع الوزارة الصحة أو مع التعليم أو مع الإسكان بيتنقل من بلده بالمواصلات بالقطر ويجي قاهرة ويأخذ من الوزارة يخلص معاملاته وطبع المعرفة بتخلص فيه موليلا فيها مرة واثنين وثلاثة وكذا الفساد الإداري اللي احنا عارفينه لما نفعل حكومة المترونية المواطن حتى لو كان أمي من على مستوى القرى على مستوى مادينة وعلى مستوى الجمهورية بيروح لشباك بتاع وزارة الصحة أو التعليم أو الإسكان ومؤهل للكلام ده كله يبقى مكاتب البريد يبقى لها إضافة للأفرع دي أو نقط الشرطة أو الجوازات يبقى ممثل أجهز الدولة كلهم موجودين على مستوى الجمهورية يخلص كل معاملاته هناك فما فيش فيها التعامل المباشر هنا حينحد جامد من موضوع الفساد الإداري الرشاوي والعطلة والروحويجي وتعالى هيبقى عندنا أرشيف إلكتروني كلام ده كله إداريات حينعكس زي إيجابي بقى على العمران إن ما فيش حيبقي ضغط على القاهرة ما فيش ضغط تحميل على المواصلات ما حدش هيروحه ييجي بالعكس خلاص كل واحد بتقدي خدمته هم مستريحة في بلده أو في منطقته ده لو كان أمي لو كان المتعلم عنده الكمبيوتر على الإنترنت من بيته خلص كل حاجته فهينا ده كله بيقلل أحمال على المواصلات وعلى الاستهلاك والتلوس بالتباعية فلو ده اتحقق من قبل كده أنا في تصور الشخصي بيكانش محتاجين خالص ننقل كل الوزارات اللي عاصمة دي ده الجديدة عشان اللي حيكون موجود هناك بس هم الموظفين عاطف إلى ذلك حضرك إن الموظفين في الأجزة الدولة في الوزارة بالذات النهار ده عدوهم استقرار اجتماعي واقتصادي بمعنى الموظف البسيط قاعد في منطقته الشعبية أو أين كانت مستقر اجتماعياً واقتصادياً بأسرته مع مراته مع عياله بيروحوا إيه لما الوزارة تنقل صعب جداً هتنقل هناك معيشة غالية شواء غالية ولو كل يوم هيروحوا إيه خمسين ستين كيلو ده كله تحملها المرافق طيب بس هو الفكرة إنه يعني مباني هذه الوزارات يعني واخد حيز من القاهرة بالإضافة طبعاً لأنها بتسبب تكدس مروري إنه فيها عدد كبير من الموظفين فبتالك الهدف من نقلها للعاصمة الأدراج جديدة هو خلخلة هدد الزحام المروري يعني دي نقطة بتؤخذ في الأتبار هو إلى حد دماء بس شوف حركة عدد الموظفين مقابل عدد المترددين المترددين هم هم اللي يأملون الزحام كله الموظفين ما يمرون الزحام الموظفين عدد محدود دي نقطة لا يعني تحفيز للناس إنها تروح المدر الجديدة نوع من المحفزات أيضا لا إحنا من طالب المحفزات والمجتمع كل يتنقل بس أنا بتكلم على الحكوم المركزية وصرف المليارات على وزارة جديدة إحنا بالعكس لو إحنا نطلقنا بجهاز الإدارة تاعدد الدولة عدد الموظفين هقل وكلما دخلنا فعلنا الكمبيوتر والكلام دي كل هتلاقي عدد العمالة الكتيرة هتقل بكتير فلو إحنا بصرنا من تفعيل حكومة موطنية أنا بتصويري المجتمع الموطني مش هيروحوا أساسا عشان حاجاتك بتطقيدي الموظفين نفسهم عددهم حقل طيب حالك مش شايف إن الوجه الآخر لهذا الموضوع هو إنه ده هيزود نسبة البطالة لم عدد الموظفين يقل لا ليه بقى حضرتك الموظف بيعاد تأهيله برضو ما يصحش حضرتك عندنا بس في الشغل اللي بنشوفه عشرين موظف قاعدين وتعتقد بيشتغل بس وإذن لفعالي حكومة الإلكترونية بالكمبيوتر وده الأصح هتلاقي ثلاثة هما اللي بيشتغلوا بقين بفروض يقعد تأهيله في حاجات تانية أنا عندي فرص كتير جدا ممكن ودكتوري يساعدنا في التنمية البشرية وده تخصصه إذن نستفيد بكل هذه العمالة اللي هي الحاليا ما بتنتقشي وعال على الوزرات يفتفعل في حاجات تانية يقعد تأهيلهم وده مهم جدا بالنسبة لنا وبياخد مرتب يعني دولة أنا الموظف باخد مرتب وفي نفس الوقت ما بيتمش استغلال الطاقة اللي جواي التخصص بتاعي مش محطوط يعني ما بيتمش استغلاله على أكمل وجه ففعلا زي ما الدكتور بيقول أنا فعلا التلاتة اللي بيتم استخدامهم وتأهيلهم العمل معين إيه اللي بقين يتم تأهيلهم لعمل آخر أو تخصص آخر برضو في نفس نطاق أو في دائرة التخصص بتاعي طيب دكتور أشرف ما يتعلق بأولويات الخدمات التي تقام في هذه المدن الجديدة يعني إذا كانت مدارس مستشفيات مراكز تسوق حضائق متنزهات شايفها إزاي يتم وضعها في الاعتبار وتنفذها على أرض الواقع والاستفادة بقى من الدروس اللي كانت في المدن القديمة أو اللي هو المدن غير المخططة في السنوات السابقة طبعا ده شيء طيب جدا إلا أنا أعمل المدينة جديدة فيها كل وسائل الترفيه وفيها كل ما يتيح للمواطن سواء خدمة صحية أو خدمة تعليمية طبعا ده شيء وتوفر وسائل الموصلات المختلفة أنا عايز المواطن يبقى عنده حاجة اسمها رضا رضا عن الخدمات اللي بتقدم ويبقى عنده رضا وظيفي للمكان الوظيف اللي هو بيشتغلها وبيأخذ مرتب جيد على هذه الوظيفة فطبعا أنا كوني لم أوفر خدمات جيدة للمواطن سواء خدمات صحية تعليمية طرفهية كل ده بيرفع من الروح المعنوية لمواطنين وبيخليهم أنه عندهم حافز إيجابي كبير جدا أنه يفيدوا نفسهم أولا ويفيدوا أسراتهم ويفيدوا مجتمعهم ويفيدوا بلدهم ويبقى في نفس الوقت أنا كمدير في شركته أو في مؤسسته قادر أستخدم هذه الطاقة اللي عنده الإيجابية لأنه عنده إقبال على العمل أكتر وأكتر وعايز يفيد وعايز أنه يقدم كل ما لديه أنا أشكركم جدا في نهاية الحلقة دكتور محمد عبدالبائي وسادة تخطيط العمراني من كلية الهندسة جامعة هنشمس شكرا جزيلا شكرا دكتور أشرف جودة سعيد مدرس إدارة الأعمال والخبير الاقتصادي شكرا شاهدين أشكركم على الحسن المتابعة إلى اللقاء الأسبوع من قبل حلقة جديدة من واجه الصحافة اشتركوا في القناة